اشتركوا في القناة من العوامل التي اثبتت قدرتها في رفض القطاع بمؤشرات الاستقرار الايجابية لطالما كان وما يزال القطاع المالي والمصرفي يؤدي دورا بالغا في اظهار وابراز مملكة البحرين كمركز اقليمي مالي رائد في المنطقة تلك البراحة الوافية التي يساهم فيها القطاع المالي والمصرفي في معادلة الاقتصاد الوطني ترجع الى عدة عوامل بارزة تتمثل باقتصاد السوق المفتوح المتبع في المملكة والسياسات الحكومية المالية المستقرة على صعيد الاقتصاد الكلي اضافة الى وجود عمالة محلية قوية مدربة ومؤهلة تاهيلا جيدا يزيد عددها عن 13700 موظف يعملون في متنوع المؤسسات المالية والمصرفية الامر الذي اثمر في تأسيس اطار عمل تنظيميا للقطاع يتمتع بمزداقية كبيرة ويتماشى مع المعايير الدولية نتج عنه قيام العديد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاقليمية واجتذاب الاجنبية منها والتي تغطي مجموعة كاملة من الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمقيمين نشاط ملحوظ ومساهمة فاعلة للقطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي والتي وصلت الى 17.7% في العام 2021 ناهيك عن كونه الداعم الحقيقية لمختلف القطاعات الاقتصادية بالدفع بعجلة نموها لمستويات اكثر تنافسية وعلى الاسعدة كافة فالحكومة ومن اجل الابقاء على النمو المتسارع لهذا المجال ما فتئت تتبنى المزيد من الخطط والمبادرات والاستراتيجيات بما يصب في رفع كفاءة هذا القطاع لاهميته البالغة في الحفاظ على حيوية المؤسسات المالية البحرينية وتوثيق موقع مملكة البحرين كوجهة استثمارية ومركز جاذب لمختلف الشركات الاقليمية والعالمية والتي بلغ عددها مجتمعة وحتى شهر يونيو من العام الفائت 362 بنكا ومؤسسة مالية إن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي ستأخذ بيد القطاع من التعافي إلى مرحلة النمو المستدام وتسجيل نتائج إيجابية تعود بالنفع على تلك الفرص الاستثمارية وتفتح مجالات تجارية عديدة بالشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص بالشكل الذي يبشر بخلق المزيد من فرص العمل وتطوير قطاع الأسواق المالية وتحديث الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتطوير قطاع التأمين وغيرها الكثير لتلفزيون البحرين محمد الشيدات